أستاذ أحمد ماذا عن التعليم في مصر مناهجه تأهيل المدرسين والمدربين المسؤولين عن إنشاء الأجيال إذا كنا مش عايزين نبقى مخطئين في حقهم يعني أول ما إحنا في التعليم هي الزواجية التعليم يعني عندنا تعليم ديني مرجعية الدينية عن تعليم مدني وبقى عندنا تعليم بريطاني وتعليم فرنساوي وتعليم كندي وتعليم روسي وأمريكي وكل واحد بيتبهى أصل ود حبيبي في البيابانية وده في الأمريكية وده هذه المصيبة الكارثة اللي بدأت من القرن التسعة عشر بحجة إن فيه محمد علي كان عايز يطور الأزهر عبو الشيخ حصل العطار فوقفوله فقال طب خليكوا زي ما أنتوا وراح عامل التعليم المدني اللي هو مدرسة المهندسين ومدرسة الطب ومدرسة الألسن بترجمة وكده فمشينا فيه خطين متوازيين لا يلتقان لا يلتقيان تعليم قائم على الحفظ والاستظهار والتلقين والآخره بتاع سيادنا وتجرسنا في الأزهر وتعليم تاني مدني يقوم على إعمال العقل والشك أي أمة لازم فيها تعليم واحد حد حيجي يقول لي طب شمعنا ما فيه مدرس الأحد وفيه البتاع أنا بقول إنه التعليم الدين المسيحي يختصر على إكلركية تخصص ومفيش تعليم مفيش كلية هندسة مسيحية مفيش كلية طب وبالتالي لما يتعدد منابع التعليم تتعدد في ثقافات ينشرخ الوجدان الوجدان ده مفروض إنه حاجة واحدة مش إثراء حضرتك مش شايف إنه ده تنوع لا لا مش تنوع التنوع يبقى إمتى لو حضرتك وأنا والآخرين بنتعلم في تعليم عام من ابتداء السنوي في نفس المناهج وبعدين اللي يتفوق مننا في مادة من المواد ده والآخره نقول له روح الفنية العسكرية أو روح حندسة طيران أو روح إدرس سواريخ أو روح إدرس علوم صماء فيزيا وكيميا ورياضة بحتة هو ده التنوع إنه ما جيش حد ما بيحييش العلم الصبح وبيدرس تاريخ مصر بيدرس تاريخ البلد اللي هي المنتهى من المدرسة اللي عملاله التعليم اللي عملاله التعليم هل تعلم إنه في دول في العالم زي فرنسا ممنوع الطفل يتعلم لغة تانية قبل سنة عشر سنين عشان الانتماء عشان الثقافة الانتماء اللغة الأم وعليه فقبل أن نتحدث عن المدارس والأسادزة والمناهج نتحدث عن توحيد التعليم في مصر يبقى التعليم كله تعليم عام مشترك من ابتداء الإعداد السنوي لا فيه أزهري ولا فيه مدني وبعدين نخش الجامعة ولا اسمح لي قبل من نتصيب سنوي ولا يبقى فيه سنوية بريطانية ولا أمريكية ولا لا كله كله دا ولا فاك ولا آي جي هو فيه في بريطانيا سنوية مصرية ولا فيه سنوية إماراتية هي سنوية خلاص ما نهج بلده ثم نخش الجامعة في الكليات المختلفة اللي عايز يتخصص بقى في اللاهوت يروح لكلير كاي اللي عايز يتخصص في الفقه نعمل له كلية للدراسات العليا متخصصة وراقية جدا وفيها أعظم أسات زي تلكون اللي بدرسوله فقه وتفسير وحديث ودعوة وعلم كلام والأخير ويبقى الشهادات العلمية دي معترف بها من الدولة سواء كانت إكلريكية أو أو فقهية إسلامية يبقى اللي عايز يتخصص في موضوع الدين يحل عن سمانة ويروح يتخصص في الدراسات العليا لأنه أنا بسأل الدول بتقول ممكن طبيب لكل ألف نسمة والمهندسين كذا كذا طب أنا عايز أسأل محدش يقدر يقول لنا كم دعية لكم ألف نسمة يعني كم أسيس كم شماس وكم كاهن وكم أسيس وكم قمص وكم أسقف وكم مطران وفي المقابل كم إمام وخطيب ومفتش وعز ومدير وعز ومدير منطقة واش عارف إيه وإيه 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 لكم ألف نسمة ما تحددولنا لازم نحدد الموضوع ما يبقاش مفتوح على البهلي كده ليه ما يتحدد يعني يعني عايزين كم دعية لكم أهم والدعية ده بقى موهية إزاي يعني درس إيه يعني أنا لما بسته في أوروبا بيجي وقت كده أخش كنيسة بحب أنا الإزاز المعشق وأنا راجل ليه يعني تاريخ مع الكنيسة المصرية وحفظ خلاجي وبرنم وبقى كنت بدي محاضرات في أبو ثلاث يعني لمدة عشر سنين اتناشر سنة الله يمسي بالخير أم بموسى أسقف الشباب جميل طيب الأسقف هناك ولا اللي بيعمل الأداس بيبقى أستاذ في علم الحشرات وفي مزيكة يعني ممكن يدي محاضرة في تخصصه أنا عايز الداعية المصري سواء هنا ولا هنا يدي محاضرة في التكوين العقلي في أن التفكير فريضة أيها أيها في أن الفهم فريضة في أن العقل ده شيء مقدس عند الله الله خلق لنا العقل وأعطانا العقل لكي لا يهمل إنما يشتغل يشتغل ولما تيجي في الكتاب المقدس وتلاقي برضو بتقع أياميها حاولوا يحرقوا السيد له المجد قالوا الله أو أنت بتخلي التلميذي يشتغلوا بالثبت قالوا طب الكهنة اللي في المعبت مش بيحضروا الحاجات عند المعبت يوم السبت طيب خلاص مالش دي ده واحد منكو حمار ووقع يوم السبت هينقزه ولا لح غنامته وقت اللي عنده نعجة وقت في الحفرة مش هتلاح يوم السبت ابن الإنسان أهم من السبت الموضوع الزاني طيب الشريعة بتقول إيه طيب ولكن فليرجمها برضو أصولية كل دي أصولية بيرد بيرد بالعقل بيرد بالعقل يعني هتلاقي القصص متكررة إنك إنت تيجي تدعو للإصلاح ولإصلاح الأمة ونهوضها تلاقي حد بيقولك الله أنت بتضرب في الكتاب ولا إيه يعني أنت هو محتاج للكتاب فلازم ترد عليه رد عقلاني لما نيجي للموضوع ده في التعليم هنكتشف أن البداية تبدأ من توحيد التعليم وتمر بتوظيف إمكانيات الأمة كلها لقضية التعليم لا نهوض بدون تعليم ولا نهضة بدون تعليم ولا تقدم بدون تعليم ولا نصر على الأعداء بدون تعليم ودائما أضرب مثل بالدولة الصهيونية التي ساهم في إنشائها معهد التقنيون أو التقنيون اللي تأسس سنة 1911 في فلسطين والدولة أمس 48 من سنة 1911 كانت لغة الأساسية الألمانية أصروا أنهم يغيروها للعبرية وتنتقل العبرية بعدما كانت لغة طقوس ولغة معابد إلى لغة علم وفيزيا وكيميا ويبقى في التقنيون الآن خمسة إلى ستة علماء وغدين نوبل في الفيزيا والكيميا والجامعات الإسرائيلية أصلاً مصنفة من أفضل 10 جامعات على العالم ولذلك أنا بقول أن أنت في إصراع في المنطقة طب ما تخلينا نركز بقى ونعمل البحث العلمي لنشوف البحث العلمي عندنا أدي إيه نشوف كلات التربية بتطلع ايه احنا عندنا ازمة في المدرسين احنا عندنا ازمة انه في نقص 35 ألف 300 ألف مدرس الدولة هتقدر تدبر 30 ألف كل سنة كل سنة العشر السنين اللي جاي هل هذا معقول؟ ده زي ما كانوا بيقول فلاحين زمان اهلنا انا جوع والودي تعلم انا بيع الاراطين اللي عندي والجموسة عشان اعلمه عشان ما يبقاش زي نو احنا امه بتنهض بالمشاريع دي كلها وما زال عندنا نسبة امية هجائية وعندنا امية ثقافية وامية سياسية وامية دينية وامية اخلاقية صحيح معلش يعني اقلبناها غم شوي لا لا ده كلام رائع وكنت عايز بس اقول ملاحظة وحياتك تصلحلي كمان ان المنظومتين اللي حضرتك اشارت اليهم منظومات التعليم الديني عندنا منظومة مدارس الاحد والتعليم الكنسي دي الدولة لا تتكلف فيها مليما واحدا بينما على الجانب الاخر المعاهد الازهرية ومنظومة الازهر تكلف الدولة ما يقترب من مئة مليار انا معرفش بتكلف قد ايه ولكن اللي عايز اقوله خلاصة ما انا اقوله انا ما قرنش بالاتنين لا بد من توحيد التعليم في مصر الطفل المصري جيرجس او شنودة او مايكل ومحمد واحمد وعبد السميع يدرسوا في فصل واحد برامج واحدة والفرز الحقيقي بالتفوق وبالفهم ويبقى عندهم مدرس مؤهل وفصل لائق انسانيا ويبقى عندهم معامل وعندهم مكتبات وعندهم هوايات وعندهم زراعة وإلاعة وتدبير من زي كنا احنا في مدرسة زمان ايه اذا توفر هذا الامر نخش كلنا جامعات زي بعض وبالمعيار هو المجموع والكفاءة اللي عايز بقى يتخصص في الدين يبقى له كليات الدراسات العليا المتخصصة في فروع اللهوت والشريعة والفقه هو ده الوطن يستقيم على كده نتفع على كده انما انما يبقى عندنا خمسين تعليم متعدد من منابع مختلفة ببرامج مختلفة وعايز تقول لي او انا اقول لي نفسي ان وجدان الامة سليم لا وجدان الامة مش سليم وجدان الامة زي الموضوع الكمبوندات مجموعات كده بنية اسوار وملهاش دعوة بالبقين طيب وحيولعولكم فيه زي الصحل الشمالي في الصيف العيال اللي بتفرع بالتلتمائة الف والربعمائة الف في السبوع وعربيات فراري وبنتلي وبتاع بتتدمر هو ده ينفع في وطن ما ينفعش في وطن اللي ينفع ما ينفعش